ننتقل الآن إلى ما تناولته الصحف العالمية بشأن التصعيد العسكرية الجاري في الضفة الغربية المحتلة مع الزميل محمد عباد إليك محمد من جديد شكراً جزيلاً لكي مونا اهتمت الصحف العالمية بما يجري من عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في الضفة الغربية المحتلة البداية كانت مع صحيفة واشنطن بوست حيث أبرزت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية المحتلة وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه تم نشر مئات الجنود إلى جانبه الدعم القوي والقرفات أما صحيفة نيورك تايمز الأمريكية فقد ألمحت إلى بداية تصعيد كبير في الضفة الغربية المحتلة بناء على تصريحات ساسة إسرائيل وعلى رأسهم وزير الخارجية إسرائيل كاتس وبحسب الصحيفة فإن قيام جيش الاحتلال بشأن غارات واسعة النطاق على الضفة الغربية يشير إلى انتقال العمليات العسكرية بشكل مباشر لجبهة جديدة مع استمرار العدوان على قطاع غزة إسرائيل تشن عملية عسكرية مميتة في الضفة الغربية هكذا وصفت موقع المونيتور الأمريكي الغارات الإسرائيلية التي أصبحت حدثا يوميا في الضفة وقال الموقع أن هذه العملية العسكرية لها طابع نادر حيث وتم تنفيذ الغارات في مدن فلسطينية متعددة في وقت واحد كذلك أيضا صحيفة جورزينبوست الإسرائيلية إذ نشرت تقريرا يوضح قيام جيش الاحتلال بتطويق مستشفيات الضفة الغربية المحتلة فضلا عن استقوابه للأطقم الطبية والعاملين بها وحاصر جنود الاحتلال مستشفيات جنين وأطول كارم وطباص بالضفة الغربية المحتلة للبحث عن أعضاء حركتي حماس والجهات ترجمة نانسي قنقر